السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي مع درس جديد من دروس مادة الكيمياء النهاردة ان شاء الله بنبدأ مع بعض ناخد كده عناصر الفئة اللي هي البي ونخلص بقى المنهج عشان نبدأ المراجعات ومن عناصر الفئة بي هناخد كده عناصر المجموعة اللي هي او المجموعة ففتين عناصر المجموعة بتتكون هزي المجموعة من خمس عناصر هزي المجموعة بتتكون من خمس عناصر نشوفهم مع بعض كده بلون تاني العناصر الخمسة عندنا النيتروجين اللي هو الان سبعة وبعدين الفوسفور البي خمستاشر وبعدين الزرنيخ الاس تلاتة وتلاتين وبعدين الانتيمون اللي هو اس بي واحد وخمسين وبعدين البزموت بي اي تلاتة وتمانين دول كده الخمس عناصر بتوع المجموعة اللي هما المجموعة او المجموعة هنوزع كده هذي العناصر بالتوزيع بتاعنا اللي احنا تعلمناه في الترم الاولاني بالنسبة ليه النيتروجين الوان اس هيبقى تو والتو اس هيبقى تو والتو بي هيبقى سري بالنسبة ليه الفوسفور هيبقى ربغاز خامل اللي هو النيون ان اي بعشرة وبعدين اس ري اس تو والس ري بي هياخد سري بالنسبة ليه اللي هو الزرنيخ هيبقى ربغاز خامل الارجون اي ار темпер February 18 وبعدين اي دي هيخد عشرة ويتمله وبعدين هفور بي هياخد تلاتة. بالنسبة للانتيمون هيبقى عندك اقرب غاز خامل اللي هو الكريبتون. وبعدين هيبقى عندك الفايف اس هياخد اتنين والفور دي يظهر معاك ياخد العشرة والفايف بي ياخد التلاتة اما البزموت فاعرب حاجة ليه اللي هو الزينون اكس اي اربعة وخمسين وبعدين السكس اس هياخد اتنين وهيبدأ يظهر عندك اللي هو الفور اف هياخد اربعتاشر وبعدين الفايف دي هياخد العشرة وبعدين السكس بي هياخد التلاتة يبقى احنا كده وزعنا عناصر هذه المجموعة المجموعة فايف اي توزيع الالكتروني بتاعها تعالوا نشوف كده بقى وجودها في الطبيعة يعني وجود عناصرها في الطبيعة عناصرها طبعا مش منتشرة في الطبيعة بطريقة كبيرة لكن حنقول اللي موجود منها عندنا اكتر واحد فيهم اللي هو الفوسفور الفوسفور ده موجود في صورة حاجة اسمها فوسفات الكالسيوم الصخري حاجة اسمها ايه فوسفات الكالسيوم اللي هو بنقول عليه الصخري اللي هو عبارة عن الكل اتنين ومن المركبات التانية اللي فيها الفوسفور حاجة اسمها الاباتايت الاباتايت ده عبارة عن صخر مكون من حاجتين اللي هم عبارة عن فلوريد وفوسفات الكالسيوم يبقى هو عبارة عن كده ملح من فلوريد وفوسفات الايه الكالسيوم فلوريد الكالسيوم اللي هو ومعاه اللي هو الكل اتنين هو ده اسمه الاباتايت اما بقى عندك اللي هو من اول الزرنيخ وبعدين الانتيمون وبعدين البزمت موجودين التلاتة في صورة كابريتيدات يعني هنلاقي كده مسلا هنا كابريتيد اه الزرنيخ كابريتيد الانتيمون كابريتيد البزمت يعني اه هنا اللي بالنسبة لدوت هيبقى السيقات الكيميائية بتاعته اه ودوت الانتيمون اللي هو الاس بي تو اس سري والبيزموت بي اي تو اس سري. كل دي اللي هي كبريتيد آآ كل واحد في هون. نشوف مع بعض كده الخواص العامة لعناصر المجموعة ايه هي الخواص العامة? اول حاجة تدرج الصفة الفلزية واللا فلزية. احنا عندنا الصفة الفلزية بتزيد بزيادة العدد الزري. يعني نقول كده ايه? تزداد الصفة الفلزية بزيادة العدد الايه الزري. طيب نعمل كده مراجعة على العناصر احنا قلنا عليهم. احنا عندنا نيتروجين سبعة نعملها بالعرض كده. عندنا الفصفور خمستاشر. اللي اتنين دول عبارة عن ايه? عبارة عن لفل الزيت. وبعدين ندخل على الاس تلاتة وتلاتين اللي هو الزرنيخ. والانتيمون الاس بي واحد وخمسين. دول من ايه? من اشباح الفلزيت. تمام كده? يبقى دول ايه? اشباح ايه? اشباح فلزيت. يبقى فيه تدرج زي ما انت شايف كل ما العدد الزري بيزيد الصفة اللفلزية بتقل. وبعدين يبقى عندك البزموت بقى اللي هو تلاتة وتمانين ده عبارة عن ايه? عبارة عن فلز. يبقى كلما زاد العدد الزري بيحصل ايه لعزيل عناصر? كلما آآ قلت الصفة اللفلزية من اعلى الى اسفل وزادت الصفة الايه الفلزية. يبقى هو ده التدرج اللي احنا عايزين نتكلم عنه. نشوف مع بعدي كده الصفة التانية او الخاصية التانية اللي هو اختلاف عدد زرات جزيئات عناصر المجموعة. عندنا عناصر المجموعة دي زي ما احنا مرتبينهم كده. يعني عندك مسلا نيتروجين. عندك فوسفور. عندك زرنيخ. عندك انتيمون والبيزموت. عندنا النيتروجين موجود في صورة الانتو. يعني سناء الزرة. عدد زراته اتنين. من اول الفوسفور لحد الانتيمون اللي هم التلاتة اللي واربعة دي دول. بنبص اللي في الحالة البخارية بيكونوا عاملين جزيء رباع الزرة. في الحالة الايه البخارية بيكون جزيء رباع الزرة. يعني مسلا الفوسفور هيبقى بيه آآ فور. الزرنيخ هيبقى ايه اس فور. الانتيمون هيبقى اس بيه فور. يبقى هنا عندك كل جزيء بيكون من اربع زرات. وبالنسبة البزمط في الحالة البخارية بيكون صناق الزرة. اللي هو البي اي هيبقى بي اي تو. رغم ان هو بين الفلسات المفروض في الحالة البخارية بقى بيكون من زرة واحدة. لكن هو بيكون من ايه? من زرتين. يبقى ده بالنسبة ليه اختلاف عدد زرات الجزئيات بتاعتها. يبقى اول واحد بزرتين واخر واحد بزرتين والتلاتة اللي ما بينهم كل واحد فيهم رباعي الزرة بالنسبة ليه الجزئية. ونشوف مع بعد كده الخاصية التالتة اللي هي تعدد حالات التأكسد تعدد حالات التأكسد العناصر دي عدد التأكسد بتاعها بيكون من سالب 3 لحد موجب 5 ليه بقى؟ لأنها ممكن أن هي بتشارك بعدد 3 إلكترون وممكن أنها تفقد إلى 5 إلكترون يعني ممكن تفقد معاك لحد 5 إلكترون حنشوف مع بعض كده أمثلة عدد التأكسد للنيتروجين في بعض المركبات احنا عارفين أن عدد التأكسد بتاع النيتروجين لوحده كده بصفر بكام بصفر اللي هو الجزيء بتاع النيتروجين اللي عدد التأكسد بتاعه بكام بزيرو طيب لو بصينا كده بقى مثلا حاجة زي النشادر اللي هي NH3 هنا عندك النيتروجين في الحالة دي هيكون عدد التأكسد بتاعه سالب 3 ليه لأن انت عارف أن عدد التأكسد بتاع النيتروجين موجب 1 وبالتالي هنا النيتروجين بقدم 3 بالموجب من الـ H يبقى النيتروجين هيبقى 3 بالسالب في حاجة اسمها الهايدرازين ايه الهايدرازين ده؟ اللي هو عبارة عن N2H4 عدد التأكسد هنا هيبقى سالب 2 عندنا حاجة اسمها الهايدروكسيد امين الهايدروكسيل امين اللي هو عبارة عن NH2OH عدد التأكسد هنا هيبقى سالب 1 يبقى دولة اللي هم ايه من سالب 1 لحد ايه؟ سالب 3 طيب نيجي بقى للحاجات اللي بالموجب عندنا مثلا الأكسيد النيتروز اللي هو الـ N2O هنا هيبقى بموجب 1 عندنا أكسيد النيتريك اللي هو الـ NO هيبقى هنا بموجب 2 طيب ليه هنا واخد عدد تأكسد موجب وهنا سالب؟ علشان السالبية الكهربية بتاعت النيتروجين اقل من الاكسوجين ففي الأكسيد والمركبات الاكسوجينية هياخد ايه رقم تأكسد موجب لان الاكسوجين هياخد السالب اما هو هنا عشان مع الهايدروجين اللي هو اقل منه في السالبية فهو خاد الايه الشحنة السالبة عندنا حاجة اسمها سالس اكسيد النيتروجين اللي هو عبارة عن NH2O3 هيبقى هنا بموجب 3 عندنا ساني اكسيد الناتروجين هيبقى كام موجب اربعة. وعندنا حاجة اسمها خامس اكسيد الناتروجين. اللي هو هيبقى هنا عدد التأكسد بكام بموجب خمسة. يبقى احنا كده عرفنا دي امثلة كلها على ايه الناتروجين. الخاصية رقم اربعة اللي هي تعدد الصور التقاصلية. لبعض عناصر الفايف ايه. عايزين نعرف ايه هي الصور التقاصلية. الصور التقاصلية هي عبارة عن عدة صور لعنصر بتختلف في الخواص الفيزيائية. وتتشابه في الخواص الكيميائية. يعني تفعالاتهم الكيميائية كلها زي بعض لكن هم مختلفين في الشكل وفي الخواص الفيزيائية. فمثلا عندنا الفوسفور اعملها لكم بلون تاني مختلف. عندنا مسلا الفوسفور. موجود منه الاشكال ديت. مسلا منه شامعي. بيكون شامعي ابيض. لون الشامعي الابيض. بيكون احمر. بيكون بنفسجي. لو بصينا على الزرنيخ. هنلاقي الزرنيخ بيكون فيه منه شامعي. اصفر. وفيه منه اسود. وفيه منه رمادي. الانتيمون بيكون فيه النصرتين. اصفر واسود. ونشوف مع بعد كده خامس خاصية عامة للمجموعة فايف ايه اللي هي اكاسيد عناصر الفايف ايه. بتكون جميع عناصر الفايف ايه اكاسيد صيغتها الكيميائية. الصيغة الكيميائية بتاعتها بتكون. يا اما اكس تو او سري. حيث ان الاكس ده هو العنصر اللي هو في الفايف ايه. او بتكون اكس تو او فايف. بعد الاكاسيد بتاعته بتكون حامضية. واخرى بتكون مترددة. واخرى بتكون اكاسيد قاعدية. هنشوفها بعد كده الامثلة بتاعتنا. عندنا النيتروجين. يعمل اكاسيد انتو او سري وانتو او فايف. الفوسفور يعمل البي تو او سري. الزرنيخ يعمل الايه اس تو او سري. الاس بي يعمل اس بي تو او سري. الاتنين اللي فوق دول عبارة عن اكاسيد بنقول عليها حامضية. ودول كمان عبارة عن اكاسيد حامضية. اما ده عبارة عن اكسيد متردد. يعني يتفاعل كقعدة وكحمد احيانا. وبعدين البيزموت ده بيعمل اللي هو البي اي تو او فايف. وبيعمل البي اي تو او سري اللي هما قلنا عليهم. وده عبارة عن اكسيد قاعدي لان البيزموت ده من الف للزات. طبعا اه الصفة الحامضية بتقل من اعلى الى اسفل وتزداد الصفة الايه القاعدية بالشكل دوت. سادس حاجة عندنا اللي هي هي عناصر الفايف ايه. يعني تفاعلها مع ايه? مع الهايدروجين. عناصر الفايف ازا الناتروجين بيتفاعل مع الهايدروجين ويعمل النشادر الان اتش سري. وبيكون عنده كده زوج حر من الالكترونات. الفوسفور بيتفاعل مع الهايدروجين ويعمل البي اتش سري. طبعا ده النشادر. وده اسمه الفوسفين. الفوسفين بيبقى عليه زوج حر من الالكترونات. وبعدين عندنا اللي هو بيعمل حاجة اسمها الارزين اللي هو الاس اتش سري ده اسمه ارزين والارزين ده بيبقى هنا فيه زوج حر من الالكترونات على الزرنيخ. عشان كده يا ممكن تدي هذا الزوج من الالكترونات اثناء التفاعلات بتاعتها وتعمل الروابط التناسقية اللي احنا شرحناها قبل كده. عندنا عدد التأكسود هنا بيكون كام بيكون سالب تلاتة. ليه لان طبعا الهيدروجين هنا بياخد عدد التأكسود الموجب. عندنا هيدريدات المجموعة بتكون غير ثابتة حراريا. يعني بتتفكك في درجات حرارة منخفضة. وبكده اصدقائكم وصلنا الى نهاية درسنا النهاردة شرحنا لكم فيها الخواص العامة لعناصر المجموعة والتوزيع الالكتروني بتاعها. كان معكم معلم خبير محمد علي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة